كمين محكم لجيش الاحتلال وإقاع خسائر فادحة في الجيش الكيان في واحدة من أكبر خسائر إلى عمليات العسكرية في رفح والجيش الروسي يدمر قازفتين صواريخ أمريكيتين في ضربة مضادة استباقية والقضاء على ألاف الجنود الأوكران والصين تنتهي من تحديل غواصات طيب 93 الحجومية النووية وغواصات الصين تتسلح بصواريخ أسرع من الصوت لأول مرة من أجل ردع أمريكا تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع اقتراب عيد الأطحى المبارك كل سنة وانتم طيبين الأبطال في القطاع محبوش العيد ييجي بدون ما يعلموا على الكيان ويهدونهم العدية النهاردة الفجر الساعة خمسة الأبطال في القطاع عملوا كمين محكم لمدرعة تابعة للكيان كانت بتتقدم في رفح واستدوا المدرعة عن طريق صاروخ مضاد للدبابات والنتيجة تدمير المدرعة بالكامل والقضاء على تمانية من ضباط وجنود الكيان ويوجدين داخل المدرعة جيش الكيان بعد فرق طبية لانتشار جسد ثمان عسكريين في واحدة من أكبر خسار جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة قبل حرب غزة ما تحصل كان الكيان بيفتخر أنه بيصنع أقوى دبابات وأقوى مدرعات في العالم وكان بيقول أن الدبابات وهي الأكتر مناعة وتحصين في العالم من فرط الدرعة التقيلة وطبقات التدريع الفلازية والحماية الناشطة زاد إناش أنظمة حماية ناشطة من نوع تروفي اللي قالوا عنها أنها تقدر تصد أي صاروخ بيقرب من الدبابات بتاعتهم لكن مع اندلاع الحرب في القطاع الدبابات بتاعتهم فشلت تماما في مواجهة الصواريخ المضادة للدبابات حتى الصواريخ الأديمة منها كمان المدرعات اتضمرت وشفنا فشل أنظمة الحماية تروفي والطار الجيش الكيان أنه يروح يركب صفاية حلوية على ظهر الدبابات بتاعتهم في محاولة للتقليل خسار الضخمة في المدرعات والدبابات لكن الخسار مستمرة وصلت دلوقتي لأكتر من 1200 دبابة وقالية عسكرية فين يا رجالة المركافة ومدرعات نمير اللي كنا أما بنعمل فيديوهات عن مقارنة بين الدبابات العربية والدبابات الكيان كنا بنسمع كلام كثير جدا عن أسطولة تروفي وأسطولة مركافة وأنها بتصد أي قذيفة وأي صاروخ بيقرب منها وأن تروفي أو مركافة مش هتدي الفرصة أبدا للدبابات العربية أنها تصطدم أو تصطاد دبابات الكيان وأن خلاص المعركة محسومة لصالح دبابات مركافة فاكرين كده ما عملت فيديو مقارنة بين دبابات إبرامز المصرية ودبابات مركافة شفت كمية تعليقات بتحسسني أن خلاص إحنا نروح نستسلم أحسن ونرفع رأي البيضة وأن المعركة محسومة لصالح مركافة وأن ما فيش فايدة من الحرب أصلا يا جماعة كان في قطاع كبير جدا من الشعب العربي متأثر جدا بأساطير الكيان وأكاذيب الكيان والحرب النفسية لكن حرب غزة عمل التصح للمفاهيم العسكرية ومسح للشائعات والأكاذيب زي كده ما عملت حرب أوكرانيا أما مسحة أساطير الغرب والدعيات المضادة ضد روسيا في الوقت الحالي فيه مطالبات من قادة جيش الكيان بسرعة إنهاء الحرب العباسية في غزة للتركيز على جبهة الشمال الجبهة الأكبر والأكتر خطورة مع لبنان وده أعتراف مباشر وصريح بعجز جيش الكيان إنه غير قادر على استعاب حربين على جبهتين في وقت واحد تخيلوا كده الجيش اللي كان بيقول على نفسه إنه أقوى جيش في المنطقة وإنه من أقوى الجيوش في العالم مش قادر يفتح جبهتين مع بعض ومش قادر يواجه قوات عسكرية تعداد على الأكتر لا يتجاوز مئة ألف مقاتل على الجبهتين الشمالية والجنوبية في نفس الوقت الآلة الإعلامية بتاعتهم بتضحك على الشعوب العربية عن طريق غسيل الأدمغة وتوهمنا إن جيشهم أكتر قوة من جيوش العرب مجتمعين اللي هي تعدادهم ملايين الأفراد وإنهم يقدروا يهزمون كلنا مع بعض بيشتغلوا على الحرب النفسية وتدمير الروح المعنوية لأنهم عارفين كويس أوي إن العرب لو اجتمعوا مع بعض واتحدوا مش هيقعدوا في المنطقة بتاعتنا الثانية واحدة الناس دي يا جماعة أضعف مما نتخيل قوات دينيبر الروسية نجحت في مباغة قوات النيتو ودمرت روسيا نهاردة قازفتين صواريخ أمريكيتين من نوع M72 ودي قوازف الصواريخ اللي بتقوم بإطلاق صواريخ التجمز الأمريكية الباليستية وصواريخ مارس تدمير قازفتين صواريخ أمريكيتين النهاردة في أوكرانيا ضربة كبيرة لأمريكا والنيتو في وقت أوكرانيا محتاجة فيه قول قازف صواريخ أمريكي لتكسيف الهجمات الصاروخية على روسيا النهاردة وصلت إجمالي خسار أوكرانيا في اليوم السابق أكثر من 1600 جندي أوكراني ودبابة و30 مدرعة أوكرانية وأربع مدافع هاوتزار ذاتي الدفع من نوع ميستا اس و3 مدافع مجرورة من نوع دي 30 وأربع مدافع أمريكية م3 سبعات ومدفعين ذاتي الدفع بولنديين من نوع كراب وعدد من محطات الحرب الإلكترونية الأمريكية ورادارات المدفع الأرضية من طراز EN-TBQ37 بالتالي الجيش الروسي بيشتغل بمنتق القوة والحسم في استراتيجية الحرب المضادة للبطاريات اللي بتركز على أهمية اسكاب مصادر النيران وتقليل كسافة الصواريخ والمدفع الأوكرانية إلى أقل حد ممكن من خلال ضرب المدافع وتدمير رجمات الصواريخ على الأرض بشكل ما يديش الفرصة لأوكرانيا لتنفيذ إغراق صاروخي أو إغراق مدفعي ضد المدن أو القوات الروسية أو المدنيين الروس الجيش الصيني انتهى من تعديل غواصة الهجوم النووية طيب 93 الصين أطلقت غواصة الهجوم النووية طيب 93 سنة 2006 لأول مرة ومن وقته الصين بتعدل على الغواصة بتاعتها وأطلقت نسخة محسنة تانية اسمها طيب 93 ايه وكانت شغالة من فترة على بناء نسخة تالتة محسنة اسمها طيب 93 بيه الصين أعلنت الانتهاء من النسخة الجديدة المحسنة بيه اللي زارت بتعديلات ثورية جدا أولا الصين دمجت خلايا اطلاق رأسية VLS على الغواصة بتاعتها يعني النسخة الأولى والتانية من غواصات الهجوم طيب 93 ما كانش عليها خلايا اطلاق رأسية وكان بتعتمد بس على فتحات التوربيد في اطلاق الصوريخ البحرية وصوريك روز والألغام البحرية لكن النسخة المحسنة التالتة من غواصات طيب 93 بيه أصبح عليها دلوقتي خلايا اطلاق رأسية VLS من أجل تعزيز القدرات الهجومية للغواصات الصينية وتسلحها بصوريخ باليستية أسرع من الصوت من نوع وديه المفاجأة الكبيرة YG21 الصين سبق وسلحت السفن بتاعتها بصوريخ باليستية أسرع من الصوت من نوع YG21 دلوقتي الصين بتسلح الغواصات بتاعتها بصوريخ أسرع من الصوت عشان تكون الدولة رقم 2 في العالم بعد روسيا اللي عندها غواصات هجومية نووية مسلحة بصوريخ أسرع من الصوت هيبر سونيك الغواصة الصينية طيب 93 بيه بيوصل طولها حوالي 110 متر عرض الغواصة الصينية 11 متر إزاحة الغواصة الصينية 7000 طن تسلح الغواصة 6 فتحات توربيد من عيار 533 ملي متر لإطلاق صوريخ بحرية مضادة للسفن وصوريخ روز وألغام بحرية زائد وداء الجديد دمج 24 خليط إطلاق رقصية VLS لإطلاق صوريخ باليستية أسرع من الصوت من نوع YG21 وده صروق باليستي بعيد المدى قادر على ضرب أهداف استراتيجية حتى مدى 2400 كيلو متر وبيطير بسرعة 10 ماخ يعني تقريبا 12000 كيلو متر في الساعة وقادر على ضرب حاملات الطائرات الأمريكية ومدامرات الصوريخ الأمريكية وضرب أهداف أرضية يعني سلاح فرط صوتي هايبر سونيك مرعب تخيل كده الصين وروسيا شغالين في تسلح السفن والغواصات بتاعتهم بصوريخ سريع أسرع من الصوت بإمكانات مرعبة في حين أمريكا لسه بتشتغل دلوقتي لحد النهاردة بصوريخ هاربون العقيمة البطيئة جدا وفي الآخر يقولك الجيش الأمريكا أقوى جيش في العالم على حسب كلام الإعلام الغربي الفاشل الصين في الوقت الحالي بتملك ست غواصات هجوم نهوية من نوع طيب 93 هيتم تعديلها كلها للنسخة الجديدة النسخة B لتعزيز قدرات الصين البحرية في أعالي البحار بكده الفيديو خلص ما تنسوش يا جماعة دعم القناة قناة أخبار عسكرية هبطامش على يوتيوب لايك وشير وسبسكراب للقناة أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة